قام ثم انقضى ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر فمن كان محسنا فليحمد الله وليسأل الله القبول فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله ومن كان مسيئا فليتب إلى الله فالعذر قبل الموت مقبول أيها المسلمون ولا شهر رمضان ولا شهر رمضان ولا ندري أندرك الشهر الآخر أم لا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى واعلموا عباد الله أن المؤمن الصادق حاله بعد رمضان كحاله أثناء رمضان يشهد في استمرار في الطاعة والمداومة على الخيرات وتلاوة القرآن مفارقا للمعاصي فهذه علامة قبول عمله إن شاء الله تعالى لأنه لم يكن يعبد رمضان بل كان يعبد رب رمضان ورب رمضان هو رب الشهور كلها ومن كان حاله بعد رمضان كحاله قبله أو أسوأ فهو وإن أقبل على الله في رمضان إلا أنه سرعان ما نكس على عقبه ونقض ما أبرم مع ربه من العهود والمواثيق فتراه يهجر الطاعات ويضيع الصلوات ويتبع الشهوات ولا يصون سمعه وبصره وجوارحه عن المحرمات فهذه علامة تدل على عدم قبوله عياذا بالله لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين عباد الله لقد كان الصلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده فهؤلاء هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة كما روى التنمذي عن آئشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق أو لا يا ابنة أبي بكر ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال كانوا لقبول العمل أشدهتماما منكم للعمل ألم تسمعوا قول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين أخرجه بن رجب في تفسيري وعن فضالة بن عبيد قال لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين وقال عبد العزيز بن أبي الرواد أدرتهم أي السلف السلف الصالح يشتهدون في العمل ويخافون يشتهدون في العمل الصالح فإذا فعلوا وقال عليهم الهم أي قبل منهم أم لا ولقد كانوا رحمهم الله يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يبلغنا رمضان أعوام عديدة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين ماذا تعلمنا من مدرسة رمضان فرمضان انتهى لكن دروسه لم تنتهي ورمضان انقضى لكن موعظه وعبره لم تنقضي تعلمنا في مدرسة رمضان أنجح الدروس وأبلغ المواعظ من أهمها ما يلي أولا الصبر وهو من أجل العبادات والقربات فعندما يصبر العبد فعندما يصبر العبد عن الطعام والشراب فإنه بذلك يتعود على خلق الصبر الذي يجمع الصبر على ضاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابه يا عباد الله ألا نصبر بعد رمضان الثاني التقوى علمنا تقوى الله من كف اللسان والدوارح والشهوات من أجل الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الثالث علم نصم نصم فكل من يستطيع الصيام بكاملي فكل من لم يستطيع الصيام بكاملي فقد يقدر على الصيام النواف منها صيام ستة أشهر من شوال كما روا مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر ومنها صيام عاشورا ومنها صيام تسعة أشهر ومنها صيام تسعة أيام من ذي الحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها ومنها صوم يوم الاثنين والخميص اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي رواه مسلم أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب ومنها أيام البيض وغير ذلك كثيرة الرابع علمنا رمضان العطاء تجد الناس في رمضان أكثر عطاءا لما حصوا به من ألم الجوع والعطش فالصوم تذكير بؤوس البؤساء وجوع الجياع فالله الله في الفقراء والمطرين فالله الله في الفقراء والمطرين ولقد سبقنا إلى ذلك سيد المرسلين هاديا لهذا العطاء فكان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان الخامس ألمنا الذكر والدعاء والقيام قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفش السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام قال الشاعر لا تقصد المخلوق وربك أقرب ومن قصد المخلوق لا شك يتعب لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب والله يغضب إن تردت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يا أوا مسلمي رمضان يا أزوكم يا تبي أنا تبقين رمضان سورا قوانا سورا وطا سورا ساتي سورا قوانا رمضان يشقو يأي بير يأي قوم ينزو رمضان يا وچي وطا نأ الخير واندك يجكاد فللا دا البركة دا الخير دا يوان كوتا ياتبي كساني يأي ووا رمضان فا كمر كاسواجي أنشي كمتاواجي وانده يشريبا يشريبا كم وانده هسارا كم يأي هسارا وانده سامداما يأي كتابو بوا نقري نأ أظمي وطا رمضان يشري كيني دا كوان قيام الليل دا يوان كرات القرآن دا يوان كوتا تو يبودي ما الله سننكما وانده يقصر يكي بن أبو بوا انده أمرتين شاءتكم وانده يسابا ما الله تو يتوب زوا دا من شي أذري غ الله شي كربة توب غ الله كربة بين الليل كربة توب كا يمتو يا أمو مسلمي رمضان عياتي سنن بمساني شن زامو رزكواني رمضان كوب بلا مرس كابا با وانده تتب شئ انت كم جوا هزيل سكي وانده رمضان با وانده تتب شئ انت كم رمضان يازو كما ياتبي اللا كالين يساني وانده با يمتو كما أبو بوا نا يا أدم باس عبا بش مش يا كو ان او كساني فا سو متعلن كرك صلاف الصالح جس حبي دم غبات نقري حال سو با وط رمضان كما حال سن اتك وط رمضان با وط رمضان سو كان دا جي اول ابادة سو كان دا جي اول انبوت مع الله سو كان دا جي اول مع الله دا سو كان دا جي اول الخير سو كان دا جي اول ان قرآن سن كما يد سو بس بس رمضان سو ا Real سو رمضان رمضان وان six رمضان س رمضان صور و تن رمضان اما ان يمنح اللحظات ة كلنا perch keeps ada رمضان كما هل أنه يشكل رمضان يمنح ان يmerahu رمضان يخلقنا فكيف يكثمر من رمضان تعطي مثال الله لعبة رمضان تعطي مثال الله سيكون كومة ثلاثية حمانة اذاً جميع رمضان تتسج فلسل عندما يكونون رمادة رمضان تعطي مثال الله يبدو أن يكوني شيء إذاً ما زين نحن؟ كافية رمضان مثلاference كل رمضان لا يوجد لي ما تقول تح состав كافية رمضان 当然 كافيةonia فقط لا يوجد ليamba لaban Flash هكذا سوف تقول صكت عام Перв olds هم ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل ترجمة نانسي ترجمة نانسي قبل